طيب زي حضراتكم عاملين ايه كله تمام؟ حلو جداً أتمنى تكون كل حاجة تمام في وثيقة وثيقة تم طرحها للتوجهات الاقتصادية المصرية للسنين الستة اللي جاي طيب الوثيقة تبقى للعرض بتاع طرحها انها مطروحة للمناقشة أمام الكل يعني مناقشة مجتمعية خلينا نعض نناقش الوثيقة دي أو على الأقل بعد من بنودها الوثيقة ما هيش عينة يعني كبيرة معانا داخل الستوديو هبدأ بقى من اليمين دكتورانيا عقوب خبير الاقتصاد وأسواء المال أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضر بحضر عامل ايه كله تمام؟ الحمد لله صديق العزيز دكتور مصافة أبو زيد مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية ازاك يا دكتور؟ ازاك يا سيزيوس عامل ايه كله تمام؟ الحمد لله نعم طيب هبدأ الأول برضو بعضوة اليمين دكتورانيا يعقوب وهسألك على أهم الأهداف اللي كانت لفطة لنظرك وشفتي فيها أنه هناك شيء مختلف في هذه الوثيقة طيب هو أولا أنا سعيدة أن النهاردة الوثيقة دي أنا اعتبرتها من وجهة نظري خارطة طريق حاجة بتورينا رؤية رغم أن أنا ليا بعض التحفظات على بعض الأرقام فيها ولكن في حاجة مهمة جدا وهي أن هذه الوثيقة النهاردة ابتدت تحط بعض الرؤى في قطاعات وفي محاور الدولة مفروض تبدأت تتحرك عليها الفترة القادمة الست سنين القادمة خاصة بعد ما عملنا جزء من عملية الإسطاح الاقتصادي فمفروض أننا داخلين في المرحلة الثانية أو بننهيها مفروض في أبريل 2024 فبالتالي النهاردة بقى فيه حاجات أو رؤية محددة هتحرك في إيه ولكن من وجهة نظري أن هذه الوثيقة هي وثيقة طموحة جدا في ظل أحداث جيوسياسية في المنطقة أكيد هيكون لها تأثير على الاقتصاديات بتاعة المنطقة والاقتصاد المصري يعني إحنا طبعا شايفين الأحداث اللي حصلة المؤسفة للأسف في غزة دي كان لها غير التوقعات الاتجاهات العالمية بشأن أن معادلات التضخم ممكن الأزمة دي تنتهي في 2024 النهاردة بسبب هذه الحرب وبسبب التوترات الحصرة في البحر الأحمر مثلا إحنا شايفين أن فيه قطاعات كتيرة هتتأثر زي السياحة زي اللوجستيات زي التجارة زي حاجات كتيرة جدا هتتأثر فهتؤثر على معادلات التضخم فالنهاردة مع الأرقام المستهدفة في 2030 اللي موجودة في الوثيقة ممكن يكون تعتبر أرقام متفألة وبالتالي من وجهة نظري أن الإيجابيات إحنا طرحناها أنه بقى فيه رؤية محددة ولكن إحنا محتاجين أنه هيبقى فيه حوار مجتمعي علشان الناس اللي على أرض الواقع تبتدي تساعد متخذ القرار وصانع القرار في أنه هو يضع مستهدفات تناسب الوضع الموجود فيه عالميا وإقليميا وهو وضع متغير إحنا كل يوم عندنا سيناريو جديد مختلف فبالتالي لازم لما نضع وثيقة يبقى عندنا نوع من المرونة عشان نتقبل هذه الأحداث طيب هنا هروح لدكتور مصطفى وأنا يمكن أحط كده زي إيه جملة يجب أن تكون الطموحات في إطار الموجودات أو حتى في إطار ما نستطيع إيجاده بشكل وقعي هل شفت ده في هذه الوثيقة دكتور؟ طيب خلينا أقول لحضرتك أن السؤال بتاع حضرتك أنا لمسته في التوجه الأولاني اللي هو متعلق بتعزيز النمو الاقتصادي ولفت نظري العنوان نفسه لأن العنوان في تحليل كتير جوه العنوان تعزيز النمو الاقتصادي أن يبقى عندنا اقتصاد قوي متوازن مستدام نمو اقتصاد قوي قوي بمعنى إيه؟ قوي أن يكون عندي اقتصاد قوي فهيكل الاقتصاد نفسه يبقى عندي قطاعات انتاجية تقدر تدر عوائد ويكون لها إرادات تساهم في زيادة حجم الناتج المحل الإجمالي وتساهم في زيادة فرص العمل لأن ده المستهدف من أي اقتصاد أن يزود حجم انتاجه ويخلق الفرص العمل اللي تقدر تستوعب المواطنين أو الشباب اللي خارجين لسوق العمل طيب متوازن متوازن أن أنا ببص برؤية أوسعة أن أنا يبقى عندي مش تركيزي بس عشان أعمل النمو ده من قطاع أو اتنين لا أنا عاوز جميع القطاعات الانتاجية تبقى ماشية بنفس المستوى وبالتوازي الكل ينمو وبالتالي هيحصل عندي نمو اقتصادي كبير المستدام بمعنى أن تفضل القطاعات دي يتم عملية الانتاج فيها بشكل كبير مع ضخ الاستثمارات الكافية لها عشان تقدر تمارس أوتيرة الانتاجية والتوسع من خلالها وبالتالي أنا عشان أعمل نمو اقتصادي قوي بقطاعاته الانتاجية القوية ما كونش بركز بس على قطاع معين قطاع البترول وما بصش لوقيت القطاعات التانية لا أنا عاوز أبص على قطاع البترول والاستخراجات عاوز أبص على قطاع الصناعات التحولية الزراعة التكنولوجيا المعلومات وعشان كده في النقطة التانية في التوجه التاني اللي بيعمل عملية تكامل مع التوجه الأولاني إزاي بقى نوسع الرؤية في زيادة الاستثمارات الكلية اللي بتشمل الاستثمارات العامة الحكومية والقطاع الخاص من خلال المضي قدما في عملية برنامج الطرحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص وربط ده كمان مع قرارات المجلس الأعلى لاستثمار لأن كل ده إعملية اقتصادية متشابكة ومتربطة مع بعضها عشان تؤدي في النهاية لتحقيق كافة المستهدفات اللي احنا عاوزين نصل بيها يعني مثلاً النمو الاقتصادي في الوثيقة احنا بنتكلم عاوزين نوصل من 6 ل 8% خلال الست سنين الجايين طب ده معنى إيه؟ احنا محتاجين زيادة معدل الاستثمار يزيد عشان يقدر يضخ فلوس في القطاعات الانتاجية فتضر عوائد أكتر فتزود الإرادات العامة وتوفر لفرص عمل وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الدولة المصرية أو الحكومة المصرية خلال الفترة اللي فاتت لغاية النهاردة واللحظة اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبة لعملية النمو الاقتصادي نجحت فيها بمعنى ايه نجحت فيها؟ ان احنا كل سنة بنشوف معدل النمو الاقتصادي او حجم الناتج المحلي تحديدا بيزيد بمعدل تقريبا تريليون جنيه يعني اخر سنة مالية كان المفروض نعمل 9.2 من 10 تريليون احنا قفلنا على 10.2 من 10 تريليون المستهدف في الموازنة الجديدة ان احنا نعمل 11.8 تريليون معنى كده ان احنا حجم الاقتصاد بيتوسع اه احنا عندنا مشاكل بس في النهاية قادرين ان احنا نعمل عملية استكمال لهذا النمو وهذا التوسع بيخلينا نولد ارادات وحجم الناتج المحلي بيزيد وده بيكون اثره على زيادة الارادات الضربية اللي بناخدها وبنحولها بندورها الناحية التانية في مخصصات الحمال الاجتماعية وباقي المصرفات في الموازنة العامة طيب انا هستأزم هروح لفاصل بس عايز ارجع بعض الفاصل عشان احنا ذكرنا حجم الناتج القومي المحلي او حجم الناتج الاجمال المحلي انا هقيس بالجني المصري والهقيس بالدولار لان انا جزء كمان من النواة البتاعتي ايمع على اما تصدير بترول وغاز وكيمويات وبعض السلع الاخر يمكن حتى الرئيس اتكلم على مسألة حجم التصدير بتاعي من المنتجات المصرية مش هو ده المعيار لانه المنتج المصري لازال فيه نسبة كبيرة من المكون الاجنبي وبالتالي انا عايز اعرف ان الموازنة بتاعتي بالدولار قد ايه وهتزيد قد ايه او معيار النسبة بتاعت الزيادة بتاعتها دولاريا هتبقى قد ايه لان انا لازلت عندي ازمة في سعر صرف لان انا ممكن تبقى الموازنة عاملة بتزيد لانه سعر الصرف بتاعي الجنيه قدام الدولار متدني فانا يبقى الحجم بتاعي يبدو كبير لكن فعليا هو صغير اتمنى ان ده يكون يعني طرح منطقي وسليم نروح للفصل نناقشه مع ضيوفنا الاعزاء بعد الفصل فورا ما انا عايز بلوك ما انا هقولي غيجيب الدولار منين يجيبه من مرة مثلا يعني لكن على كل نخلوني ارحب جدا وبشدة بضيوف الاعزاء سكان فيه منقشة الحقيقة جوه الفصل بس مش هقولكو عليها علشان ما تشوفلكوش كل الحاجة دكتورانيا ياعقوب ودكتور مصطفى ابو زيد منورنا فانا بتكلم على تحديدا انا عاوز استهدف زيادات عائداتي الدولارية كدولة فاقضي على ازمة سعر الصرف الحالية يعني بالبلدي كده انا عاوز اقضي على ازمة الدولار بنخلل بقى زيادة الانتاج حجم التصدير زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر الى اخير تمام نعمل ايه نعمل ايه اول مشكلة خليني اقول لحضرتك الاول حلو المستهدف ان احنا ده بالطبع عايزين نزود عائداتنا الدولارية ولكن لازم نفكر افكار برا السندوق الظروف العالمية والاقليمية اثرت على اغلب عائداتنا الدولارية وده امر احنا بنعترف به احنا عائداتنا اكبر اكبر مصدر للعملة الصعبة عندنا جاي منين؟ تحولات المصريين في الخارج جاي من قناة السويس جاي من التصدير عندنا عدة مصادر النهاردة كل دولا تأثروا بسبب الاحداث الموجودة في المنطقة طيب ابتدت الدولة تتجه اتجاهات مختلفة مبادرة مثلا للسيارات ابتدنا النهاردة بنتفكر في تصدير العقار ليه؟ انا بحترم الفكرة دي قوي النهاردة لما قدر استقافة الشعب المصري احنا شعب بنحب او بنشوف ان العقار هو مصدر للقيمة حلو فانا بحب استثمر في العقار ومعروف النهاردة بعد التفرق الكبير اللي عملتها الدولة المصرية في البنية التحتية والطرق والكباري والتوسع العمراني وانشاء مدن جديدة النهاردة في حجم استثمارات كبير عنده استعداد يدخل وبيدخل بالفعل في هذا القطاع دولة قالت لك ايه؟ لتصدر لك العقار هبدأي أقدم ابتدنا نفكر في البورصة العقارية وابتدنا نخطو خطوات قوية جدا في البورصة العقارية ابتدنا نفكر نحن نعمل صندوق عقاري ده هيجذب المصريين في الخارج المصريين في الخارج بيحبوا ايه؟ من النهاردة خلينا نبقى وقعين يا أسيز يوسف أنا مقدرش أقول النهاردة الراجل المصري في الخارج تعالى حول الدولار اللي معك بالسعر الرسمي وفيه فرق النهاردة في السوق فالنهاردة من الاتجاهات اللي بتفكر فيها الدولة هي أنها تجذب المصريين في الخارج لكن أنا أقول وهات الدولارات دي يشتري بها عقار بالضبط النهاردة وأنا هوفر لك العقار ده وهدي لك محفزات طب واللي مش عايز يشتري عقار وعايز يستثمر لأن معروف أن السندق العقارية قادرة أن هي تجذب استثمارات من الخارج هيجذب الاستثمار ده من الخارج لكن النهاردة لو فضلت حاطت في دماغي أن أنا قناة السويس في النهاردة أو السنة اللي فاتت جابت لي تقريبا تقريبا عشر مليار دولار النهاردة في ظل الظروف الحالية أكيد عائدات قناة السويس هتتأثر وده ما تم الإعلان عنه بصورة حقيقية فهل النهاردة أفضل مصمم على أن أنا هيجيلي كذا من هذا المصدر إلي العائدات التقليدية بزبط هو ده أنت حديث بتقولي نحققه إزاي أنه نفكر بره السندوق فيه عندنا إحنا مش هنخترع العجلة فيه حاجات كتيرة قوي تقدر تجذب المصريين في الخارج تقدر تجذب المستثمر الأجنبي النهاردة خليني أقول لحديك مثلا فكرة أطروحات الحكومية والناس اللي زعلانا قوي من فكرة أطروحات الحكومية وليه الدولة بتطرح الشركات النجحة يا جماعة يا سيدة يا أفضل ماله أطرحت خسرانة مثلا إيه نقطة تجازلين وليه نطرح يعني وليه نطرح شركتنا عشان إحنا في أزمة؟ طيب هل دول الخليج في أزمة؟ لا دول الخليج حققت فوقت بسبب الأزمة الحالية لارتفاع أسعار النفط في بداية هذه الأزمة ولكن النهاردة بنقي كل شهر طرح عملاق وكبير وتخارج مثلا في الإمارات مثلا من أحد الشركات التابعة للحكومة سواء في دبي أو أبو ظابي النهاردة سمعنا أو شفنا العملاق العالمي أرامكم يا ده مطرحو في البورصة السعودية طيب ليه ده اتجاه بقى عشان نجذب الاستثمارات الأجنبي المباشر والجير المباشر وبالتالي تعتبر ده أحد أهم المصادر ده الحكومة المصرية عندها خطة طاموحة وقوية جدا للطروحات الحكومية شركات قوية في قطاعات لوجستية وقطاعات هامة وشايفين اهتمام كبير جدا أنا شايفة من وجهة نظري أن احنا محتاجين تسويق لهذا الملف حلو قوي أنا هنا هروح لدكتور مصطفى بوزيد وأسأل على مسألة التسويق الاقتصادي يعني أنا إزاي أعرف أسوق للاقتصاد المصري دوليا أسوق لجاذبية مصر للاستثمارات هل أنا دولة جاذبة للاستثمار أولا لأ ولو أسوق ده إزاي تمام خلينا نكون متفاقين أن احنا دولة جاذبة للاستثمار حلو بس محتاجين إيه؟ أيوة واحد وده سؤال مهم جدا واحد الإسراع في خروج الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية اللي تم الإعلان عابنها قبل كده ليه؟ أنا لما يكون عندي استراتيجية موحدة فيها رؤية وأهداف ومؤشرة قياس والجهات المنط بيها لتنفيذ هذه الاستراتيجية عشان أعرف أعمل لهم تقييم ومتابعة وشوف نسب الأداء فيها وفقا للمستهدف ولا حصل انحرافات الحق أعيد تصحيح المصار تاني لأننا في وجهة نظري آه المبادرات ممكن تكون ليه أهداف موجهة عشان تحل تعمل حلول سريعة ولكن كل مبادرة بيكون لها مستهدفاتها وتوجهاتها يعني مثلا عندي مبادرة إبدأ طعمك التصناع المحلي عندي إحلال الوردات أنا محتاج بوطقة واحدة تجمع هذه المبادرات في إطار واحد نقدر كلنا كحكومة ومتابعين للشأن الاقتصادي نقدر نتابعه ونقدر نحلله ليه؟ هيفيدني في حاجة أولا النظرة الخارجية هيقول أن الاقتصاد ده عنده استراتيجية معينة محدد نظره على استهداف قطاعات معينة بعينها هيضخ فيها استثمارات وعارض فيها فرص استثمارية بحوافز معينة محتاجين المستثمرين نعرض لهم بقى الفرص الاستثمارية دي من خلال تحديث وتطوير الخرائط الاستثمارية اللي تم الاعلان عنها قبل كده لازم نضيف عليها الفرص الاستثمارية تاني حاجة هنستفيد من نقطة تانية في القايمة اللي تم الاعلان عنها المية اتنين وخمسين سلعة أنا مش محتاج المية اتنين وخمسين سلعة أنا في تقديري أنا محتاج عشرة خمستاشر سلعة أشوف مكونات الانتاج هقدر أستطيع أن أنا أطرحها على القطاع الخاص ويقدر أنه هو يعمل السلع دي بالتكنولوجيا بالإمكانيات بكل حاجة عشان أقدر أوفر أو أستعيد عنها بدل ما بستوردها وخفف العبء على الضغط على البنك المركزي في توفير الدولار في الاستراد ولا لا أنا دلوقتي الاستراتيجية دي هتخدم على أكتر من حاجة هنوفر فرص عمل كتيرة هنعمل مفهوم العنائد الصناعية إن أنا هقدر من خلال الصناعة الوحدة دي أجمع أكتر من صناعة اللي بيسموها في علم الاقتصاد الروابط الأمامية والخلفية أقدر أجمع مكونات الصناعة دي في عنقود واحد أو في مكان جغرافي معين يقدر يخدم على بعضه هيزود لإنتاج يلب إحتياجات السوق المحلي وأخذ الفات بتاعها صدره يساهم معايا في المستهدفات الكلية للدولة المصرية يقلل التكلفة عشان أقدر أوصل للمستهدف اللي موجود فيه وصفة التوجهات الاستراتيجية أنا أنا عاوز أحقق 20-30-145 مليار على فكرة إحنا وصلنا تقريباً لـ 52 مليار دولار يعني الرقم اللي الدولة حطاه مش بعيد قوي بس إحنا محتاجين ترتيب بعض الأولويات ترتيب بعض الأوراق عشان نقدر نعمل التشبيكة أو عملية التكامل ما بين السياسة الاقتصادية بعضها مع بعض عشان نقدر نوصل لتحقيق المستهدفات طيب هو وقتنا جري بس الوثيقة دي مليانة وفيها حاجات كتير محتاجة أنها كمان تتاخد للمناقشة في كل بند على حدة يعني موضوع تصديق الأقار ده عاوز مناقشة لوحده موضوع صندوق لإدارة استثمارات المصريين في الخارج ده عاوز مناقشة لوحده موضوع صندوق لمشاركة المصريين بالعملات الصعبة والدولار فيه استثمارات مصرية ده عاوز مناقشة لوحده يعني فيه حواديد فيه حاجات عجباني وفيه حاجات أنا مستغربة أنها تتحط بفصيقة زادية اللي مستغربة مش هقوله دلوقتي لأنه للأسف الوقت خلص فأشكرك جدا 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 أن دكتور رانيا على وجودك معنا النهاردة كل شك لك يا دكتور مصطفى على وجودك معنا النهاردة كل شك لضيوفي الأعزاء وحالا يكون موجود معاكم كريم رمزي يعني ما إحنا لو كلينا العمر إن شاء الله هنقابلكم في نفس المعاية لو كلينا العمر يعني إن شاء الله يبقى موجودين معاكم في التاسعة سلامات